اعرب جوو فيليكس لاعب فريق تشيلسي المعار من التيكو مدريد واحد نجوم المنتخب البرتغالي بانه تفاجأ بجلوس كريستيانو رونالدو بديلا في بطولة كأس العالم في قطر فبعد ان شارك كريستيانو رونالدو في مباريات دور المجموعات اساسيا جلس بديلا في مباراتي سويسرا والتي فاز بها المنتخب البرتغالي بستة اهداف وفي ربع نهائي ضد المغرب فبرغم من دخوله بديلا فلم يستطع من مساعدة منتخب بلاده في التأهل وودع المونديال بالدموع امام المغرب وصرح فيليكس في تصريحات ابرزتها صحيفة ديلي ميلال بريطانية قائلا لقد فوجئنا بوجود رونالدو بديلا في المونديال لان رؤية كريستيانو على مقاعد البدلة ليس شيئا معتادا واضاف لكن هذا كان قرار مدرب وانه من يتخذ القرارات وعند سؤاله عن رد فعل رونالدو اجاب فيليكس كان جيدا حقا لاننا كنا جميعا نعمل في نفس الاتجاه داخل المنتخب لصنع رد فعل ايجابي وتابع كان رد فعل رونالدو جيدا حقا بالنسبة لنا لانه سعى لمنح الثقة للفريق وتوضيح اننا جميعا نعمل معا لذلك استمر في تقديم المساعدة الحقيقية بكل الطرق واكمل لم اتفاجأ بانتقال رونالدو الى النص السعودي لانه لم يبقى له شيء يفوز به في اوروبا فلقد كتب اسمه في التاريخ والان سيكتب اسمه في كتب التاريخ بالسعودية واتمنى له كل التوفيق فيما تبقى من مسيرته موسيقى موسيقى